ده كان كلام مهم لكن يبقى الأهم ببعض متلسانه العدالة مفقودة طب وبعدين وهنا يا ريت يكون كلامنا واضح يا جماعة جمهور الأهلي متدايق أو متدايق مستق جدا أو مستق جدا العدالة مفقودة ده معدومة معدومة وعلى كافة الأسعادة من الناحية الإعلامية ومن الناحية الإدارية وإدارة اتحاد الكرة بلجانه وحنتكلم بمنتهى الوضوح وبالمنطق وهدفنا النادي الأهل ده اللي هو أعظم من شرف الرياضة المصرية في تاريخها بالأرقام والحقائق وده دوره تجاه بلده ووطنه وتاريخه النادي الأهلي اللي حط مصر والكرة المصرية رأسا برأس مع كبريات الأندية العالمية إنه يبقى الضغط على ريال مدريد في الأكثر تتويجا في البطولات الدولية النادي الأهلي اللي هو نادي القرن في أفريقيا ومتصدر القرن في القرن الجديد ده النادي الأهلي النادي الأهلي اللي ما في بطولة شارك فيها خارجيا إلا وصاحب الرقم القياسي محليا وإقليميا وقريا في الفوز بيها النادي الأهلي اللي تأسى بيه كل الأشقاء العرب وما من دولة عربية شقيقة إلا استلهامت تجربة النادي الأهلي وأطلقت اسمه على أحد أندياتها أيضا تيمنا بقيمة النادي الأهلي فدور النادي الأهلي في الداخل لا ينكره إلا جاحد دور النادي الأهلي الإقليمي أديكم شايفين كل الأشقاء العرب حجم التأدير الكبير جدا لهم للنادي الأهلي عامل إزاي وزيارة الوحدات الأردني مش بعيدة من اللحظات دور القر شفتوا النادي الأهلي حتى لما وصل أنه يتعاقد مع بيتسو موسماني كأول مدرب أفريقي يدرب في الشمال شفنا حجم التقدير في القرى الصمراء كلها للنادي الأهلي وقراراته وأسلوب الحضار المتحضر في التعامل مع أبناء قرته هو ده النادي الأهلي ودسورة مصر في خاطر النادي الأهلي مصر في خاطر النادي الأهلي جميلة ورائعة وزيارة الجزائر وزيارة شوف ترطيب الأجواء مع الأشقاء في الجزائر شوفوا دور النادي الأهلي هو عمل سياسي وديبلوماسي يعني مش النادي الأهلي أحد أهم أجنحة القوى النعمة المصرية لهذا البلد الغالي النادي الأهلي اللي بيقدم ولاده دايما في خدمة منتخاباته واللي في ظهر دولته باستمرار النادي الأهلي اللي مواقفه إيجابية وباستمرار في ظهر قياداته شاء من شاء وأبى من أبى وتقول من تقول يبقى الدور الوطني للنادي الأهلي الدعم لقضايا وطنه خارج سياق المزايدات بأي شكل من الأشكال الدور الوطني النزيه المحترم هو للنادي الأهلي يا جماعة اللي لازم أن يتحافظ عليه واللي لازم أن يدعم واللي لازم أن يساعد لكن لما أجي ألاقي الجمهور شاعر بكل هذه الغصة تجاه أداء إعلامي أقل ما يوصف به أنه هو منحاز إلى أبعد درجة كل فريق بيلعب مباراة وبيخسر فيه فريق في الدور السنة دي مخسرش هتولي فريق لكن يتم التعامل مع النادي الأهلي مع أي كبوة بتضخيم وضغط على أعصاب الجماهير لدرجة غير طبيعية وانتو مش واخدين بالكو أن هذا الانحياز الأعمى في الأداء الإعلامي فعلا ضغط على أعصاب الجماهير وعلى معنوياتها هل يعقل أنك أنت مثلا تيجي تلاقي جريدة زي جريدة الوطن الأهلي يخسر يبقى فيه سؤال مطروح برأيك مين يمشي من النادي الأهلي مين من لعبة النادي الأهلي يمشي هل ده يعقل قبل المباراة أما بس يا أستاذ إبراهيم مين اللي حيجاب على الاستفتاء ده أو حشترك فيه أهلوية والناس بتدعيناه أهلوية مزوعة جزء منهم وحيبتدوا يخترحوا لك أهم أسماء يعني هو ليه ده ما اللي كانت ضرب في كابتن عبدالله السعيد وهو عندنا ثم الكابتن مؤمن زاكري ثم وليد أعذارو اللي من يتبك عليه النهاردة ثم كل نجومنا هاتلي لاعب واحد نجا من مقصلة إنه ما ينفعش ولازم يمشي طب اللي حيجابك ده قبل ماتش مهم زاكده ويقول دول اللي يمشوا الرسالة إيه اللي هاتو صدر إيه الرسالة كسر الفرقن هل ده لصالح الفرقن هسأل أي وعد إنه يشارك في مثل هذه الاستفتاءات عندك 11 ماتش باعي لعيب دلوقتي يطلع استفتاء يتقال إنه فلان الفلاني لازم يمشي على فكرة ده لا ينفع لعلى فكرة لا ينفع لما على الأهل والزبالي ولا بيرز ولا أي فريق لكن ما بيحصلش اللي مع الأهل يعني حتى طرحه لأي نادي منافس غلط غلط من حيث الدور الرياضي يعني ده مش تقليب الجمهور على لعبته وقدرته طب إيه اللي حيصفر إيه المكسب اللي حييجي من طرحي حاجة زي كده غير إزاي تكسر عناصر فرقتك حتى الله أعلم بالنواية لكن مش وقته دي النتيجة محناش عارفين النواية ممكن الكاتبة يبقى عايز يعني كمهنية أو يعني يعمل نوع متفاعل مع جمهور لكن ليس هكذا تورد الإبل صحيح يعني يعني فيه فيه كلام يتقال فني قول رأيك مين مش عاجبك طيب كل الناس اللي بتنتقد النهاردة كانت هي اللي في القمة فوق صحيح يعني لما تبص شريف المخيف القضية ممكن شحات بتاع التشميس عبدالقادر اللاعب اللي قماشة تانية وكل الناس بتتهاجم كل كل رامي ربيعة أحسن مدافع فاس قبلها بمتشين غلط غلطتين لا يا رامي ده أعلنين منك إنك أنت بالزبط عملت حاجة بتسموها في الكورة الباصة المتفائلة ودي بتنطوي على مخطرة مخطرة دي دليل أوفر كونفيدنس واشقا وفي إمكانيات واشتلعب الحاجات الصعبة لا في الحفتة دي ما تلعبش غير السهل المضمون قلت لك زي اللي بيتزل بالطيارة ما تعملش نفسك بطل قلم الصح ما تستعرضش نفسك وتدي مخاطر على حساب الركاب عشان يسقفو لك في الأخ لو مش ولما مشتش تكلفهم حياته أنا قلت لك قبل كده إن مشكلة دفاعنا إنه مش خايفين أي فمحدش بيمرمط نفسه يعني أنت لما تشوف واحد زي بالفتوح بتاع المحلة شوف بيعمل إيه وبيرمي نفسه إزاي وحط دماغه إزاي إنه الدفنس في الحتة دي شوف معاذ بيعمل إيه الحناوي الحناوي شوف شوف الدفاعات اللي في الفرع التانية كتير أنا بس دول إنه مزاجين النطين قدامي لأن إحنا بقى بنحلق وعاديين للعب كورة صليمة لأ مفيش باصة بالسدر كابتن علي في الثمانتاشر أبدا إلا لو كنت الواحدة خالص وحتى الواحدة شوفنا أن أنت بتراجع كورة للجنو هن وإحنا وإنت الواحدة يوم بيرميد السنة اللي فاتت وإزاي أسفرت عن هدف والسنة دي ما تزمالك لا بيرميد السنة اللي فات السنة دي زمالك برضو عشان عايز توقف كورة لا لو أنت بنقل بيفارمل وبيطير الكورة دي لأنك مستحش على الخطر لأنك شام من ريحة فانيلا ورق منافسة ما كنتش هتغلط ومش عيب أن النوع دايبا موجود عندك ولذلك كل الناس رايح النموذج ياسر ليه؟ لأنه النموذج هو النوع ده صريح المدافعين في الحتة دي لعبوا بالطريقة دي وهاني بكل الانتقادات اللي عليه بيلعب بالطريقة دي مش ضروري نبقى لعبة كورة كلنا في المناطق الخطر هذا كلام لكن مقابل كده ياما ادتونا مستويات وياما أسعدتونا وعلي معلول ما يتحطش مع أي محترف جيه مصر السنين اللي فاتت دي كلها إنجازاتهم حطوا أرقام مع أرقام عشان تعرفوا مين ده لكن نقول له لا يا علي ما ينفعش دي لا تقف ولا دي ترجع بالسدر لا يا علي صح